أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تستهدف من خلال التوسع في تنفيذ المزيد من المشروعات التعدينية وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبعية التي تسخر بها مصر لدفع معدلات النمو الاقتصادية جاء ذلك خلال اجتماع عقدها مدبولي مع وزيري الكهرباء والبترول وعدد من المسؤولين وخلال الاجتماع تم استعراض المقترحات الخاصة بالاستكشاف الوطني لمناطق وجود الذهب والعناصر المشعة كما تطرق الاجتماع لجهود تعظيم الاستفادة من القدرات البشرية والعلمية والتقنية والخبرات لكل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وهيئة المواد النووية وذلك تنفيذا لتوجهة الرئيس عبد الفتح السيسي وكلف رئيس الوزراء بسرعة تسليم هيئة المواد النووية مخرجات المسح الجوية لمسحات من الأراضي إلى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية للعملية على الاستفادة منها وتحليل البيانات وإعداد تقارير خاصة باحتمالات تمركز معدني في الأماكن التي تم مسحها ترجمة نانسي قنقر